موسيقى بين الخطوة والأخرى في شارع محمد علي تصافح عشرات المحال التي تنوعت تجارتها وزبائنها ليتحول الشارع إلى سوق كبير من بين هذه المحال لم يتبقى إلى هذا المعرض ومعه محلان أخران يحملان عبق وتاريخ ذلك الشارع الذي لم يكن يعرف نشاطاً في النصف الأول من القرن الماضي سوى الغناء والموسيقى وما يتعلق بها أنا تعلمت هنا ونشأت هنا تعليم العود لغاية النهاردة سنة 42 سنة وما زال تعلمت هنا الصنعة العود المحل ده بقى له حوالي 45 سنة فاتح وليه شغرة حلوة يعني برا دول عربية دول أوروبية شارع محمد علي فيه محلات شاملة شارع وغربي يعني الجتار وكمانجا بتاع كل الحاجات دي غربية إنما العود مصر فهو إحنا تخصص عود بس المحل الذي يعمل به سامي عفيفي لا يزال يصارع الزحف التجاري إلى شارع الفن ورغم أنه يظل قبلة أساسية أمام الراغبين في شراء الآلات الموسيقية إلا أن صاحبه عادة ما يؤكد أن تغييراً ملحوظ الذي طرأ على نوعية زبائنه طول ما الطلبة بتدرس العود طول ما احنا إن شاء الله هنشتغل ونبقى كويسين لأن فيه تربية موسيقية ومع الموسيقية العربية وكلها تربية نوعية بعض الدول هم دول اللي سندلنا شوية ويبعثوا الطلبة ويشغلها وإذا كان المحل أو الورشة وبعض المحال الأخرى لا تزال تحمل رائحة الماضي فإن الشارع تخلى تماماً عن هوايته الأولى حينما كان يسهم بشكل بارز في تشكيل الفرق الموسيقية وتقديم العديد من نجوم السينما والغناء إحنا عايشين على تاريخ شارع محمد علي إنه هو مشهور بالفن دازال إحنا فيه أنا بعاني للوقت تدخل على حوالي 22-30 سنة في الشارع نفسه فالأول غير دلوقتي يعني الأول كان شارع جميل ماشي فيه العربيات شارع فن كان فيه منه شمال محلات آلات موسيقية وفنة حصب الله دي لازال هنا موجودة برضو الآلات الموسيقية المتراصة في هذا المحل صامتة تنتظر من يعزف على أوتارها أما الشارع فلم يعد يعرف سوى الصخب والضوضاء كمعظم الشوارع في منطقة وسط القاهرة شكرا للمشاهدة